عبر الأقمار الصناعية معي من بغداد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي مساء الخير أهلا بك معنا سيد مصطفى إذن الأدلة التي تضمنها تقرير الزميل أحبابي كانت وفق هذا الاستخصاء ومصادره أنتم كمرصد ما الذي رصدتموه وكيف تبعتم هذا الموضوع بالنسبة للمقابر الجماعية التي فيها ضحايا تنظيم داعش هي مقابر عديدة وربما تفوق 30 مقبرة فقط في العراق لكن في كل مقبرة تتراوح نسبة الضحايا فيها مثلا في الخسفة أو ما يعرف أيضا بالخفصة في بعض لدى غير العراقيين فيها أكثر من سبعة آلاف جثة هؤلاء جميعهم كانوا عناصر في القوات الأمنية العراقية أو موظفين في مفوضية الانتخابات في الموصل أو موظفين في دوائر الدولة العراقية الأخرى هؤلاء كانوا يقتلون أو لا يقتلون في كل مرة يعني بعضهم يأتون كجثث إلى الخسفة وبعضهم يأتون بهم إلى الخسفة وهناك يطلقون الرصاص عليهم أيضا بعضهم لا يقتلون نعم إخفاء الجهود أكمل من لا يقتل ما الذي يحدث بعضهم لا يقتلون يتركون فقط جرحة إما يضرب برصاصة في ساقه أو في يده أو في صدره حتى يبقى جريحا ومن ثم يرمى في الخسفة ليتعذب أكثر هناك شهادات عيان من مدنيين وقرى مجاورة حاولنا وتمكننا من الاتصال مع بعض منهم منهم يتحدثون عن وصول الرائحة إلى مدى بعيد يصل إلى أربعة وخمسة كيلو متر لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة الخسفة على اعتبار أن التنظيم كان يمنع أي أحد الوصول إليها حتى بعد ما حررت تلك المنطقة لم يتمكن أحد من الوصول إلى هناك بسبب الألغام التي أحيطت بمساحة واسعة من هذه الحفرة سبع تلاف جثة قلت سيد مصطفى بي ثلاثين مقبرة فقط حسب معلوماتنا لا لا فقط هذه في الخسفة ثلاثين مقبرة فقط هناك مقابر لا لا في الخسفة خلي أوضح لك أكثر في الخسفة هناك ما يقارب سبعة آلاف جثة المقابر موجودة في السنجار موجودة في الأنبار في صلاح الدين في مناطق أخرى جنوب وشمال مدينة الموصل لكن مثلما أسلفت قبل قليل تتراوح الأعداد الضحايا والجثة في كل مقبرة بعضها فيها أربع وخمس جثة وبعضها فيها سبعة آلاف مثل ما هو في الخسفة هذا ما قلته طيب الجرائم الأخرى الانتهاكات الأخرى التي رصدتموها غير موضوع المقابر سيد مصطفى ماذا يمكن أن نعرف عنها أي مثال ممكن أن تذكره لنا نعم الجرائم هذا ما نتحدث فيه عن مقابر الجماعية لكن هناك جرائم ارتكبت من قبل تنظيم داعش في مدينة الموصلة أو في المناطق التي كان يسيطر عليها مثلا الإعدامات كانت تكون في أو داخل الأحياء السكنية في الساحات العامة هذه الإعدامات كانت تتراوح عن تهمها بين من يتعاون مع القوات الأمنية العراقية بين من كان منتسبا في وقت سابق مع القوات الأمنية بين من يشكون به بأنه يمتلك صفحة على الفيسبوك ويكتب ضد منهم لذلك كانت حملات إعدام واسعة وكبيرة يعني جرائم ليست غريبة طبعا وتحدثنا عن الكثير منها خلال احتلال تنظيم داعش للموصل ولكن أهم نقطة هنا بهذا الموضوع اليوم ما كشف مثل موضوع المقابر الجماعية هذا لم نكن على علم بها صحيح أمور كثيرة تكشف بعد استعادة منطقة معينة هل ممكن أن نضيف شيئا بهذا الإطار هنا سيد مصطفى نعم يمكن الإضافة إلى إضافة الأشخاص الذين عوقهم التنظيم وتعمد إلى أن يكونوا معوقين ويتركون أحياء هؤلاء موجود بعضهم مع النازحين والبعض الآخر منهم ربما سافر خارج العراق لتلقي العلاج بالإضافة إلى ذلك عمليات التشويه المتعمد والمستمرة لسجناء أو أشخاص كانوا في سجون تنظيم داعش بالإضافة إلى هذا كله يمكننا أن نتحدث عن الأبرز والأهم ما بعد التحرير أو الخلاص من هذا التنظيم الإرهابي هو عمليات غسل الدماغ والدروس ما تسمى بدروس الشرعية التي أعطاها التنظيم للأطفال يعني اليوم بعض الأطفال الذين تمكننا من الحديث إليهم في الموصل وهم ينزحون بلا عوائلهم هؤلاء لديهم بعض المصطلحات وبعض الجمل الخاصة بالتنظيم وهي جمل متطرفة نعم طبعا نتحدث عن ما خلفه داعش وعما يتركه من جيل جديد أيضا أنا أشكرك جزيلا الحديث يطول جدا عن هذه النقاط مهمة جدا ذكرت ربما في حلقات لاحقة وسيد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي كنت معنا مباشرة بغداد شكرا سيد مصطفى شكرا سيد مصطفى